اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 3- المذهب الشافعي يقول انه امساك معين من شخص محدد عن شيء تم تعينه على ان يكون ذلك في مدة معينة من اليوم 4- المذهب الحنبلي 5- يفسر الصيام على انه الامساك عن امور مخصوصة لوقت مخصوص ومن شخص مخصوص مع قصد نية لله تعالى 5- الفقرة الاولى اهم الدراسات التي اجريت حول فوائد الصيام اجريت العديد من الدراسات حول الصيام واهم الفوائد الصحية للجسم وكذلك الحالة النفسية والاخلاقية 6- ومن اهم هذه الفوائد المتعلقة بصحة الانسان ماياتي 1- فوائد الصيام لمرضى الضغط تم اجراء دراسة ضمت 17 شخصا مصابا بمرض ارتفاع ضغط الدم والتي اثبتت ان صيام شهر رمضان لا يؤثر على توازن ضغط الدم شريطة ان يستمر صائم بالمداومة على تناول الدواء بل انه يقلل نسبة الدهون والكولسترول الضر في الدم بالاضافة الى جو الراحة والطمأنينة المصاحب لهذا الشهر يعمل على تحسن الحالة النفسية للمريض مما يؤدي الى خفضه وتقليل مضاعفاته خاصة ان الضغط مقترن بحدوث فعال مفاجئ كالعصبية او الغضب 2- فوائد الصيام للجهاز الهضمي 3- للصيام فوائد عديدة للجهاز الهضمي ومن اهمها ما ياتي يساعد الصوم المتزامن مع تحسين النظام الغذائي قبل وبعد فترة الصيام على شفاء القناة الهضمية للمرضى الذي يعانون من التهاب القولون التقرحي وداء كرون وانخفاض ضغط الدم 4- وتشير دراسة اجريت على 58 مريضا يعانون من اعراض متوسطة الى شديدة لمتلازمة القولون العصبي حيث اخضع 36 مريضا منهم للعلاج بالصوم بينما خضع المرضى الاثنان وعشرون الباقون لعلاج اساسي علاج دوائي ونفسي 5- وقد اظهرت النتائج ان المرضى الذين خضعوا للعلاج بالصيام تحسنت لديهم سبعة اعراض للمرضى من اصل عشرة وهذه الاعراض هي 6- آلام البطن وانتفاخ البطن والاسهال وفقدان الشهية والغثيان والقلق والتأثير على حياة المريض بشكل عام 7- في المقابل تحسنت ثلاثة اعراض فقط لدى المرضى الذين تلقوا العلاج الاساسية وهذه الاعراض هي آلام البطن والانزعاج وانتفاخ البطن والتأثير على حياة المريض بشكل عام 3- فوائد الصوم للمعدة تعد المعدة من اجزاء الجهاز الهضمي وهي عبارة عن عضو عضلي يوجد في الجزء العلوي من البطن وتتصل المعدة من الاعلى بالمريء بواسطة صمام عضلي 4- تسمى العضلة العاصرة المريئية التي تسمح بمرور الطعام من المريء الى المعدة ومن الاسفل تتصل المعدة بعضلة البواب التي تسمح بمرور الطعام الى الامعاء الدقيقة وكما تعمل المعدة على تخزين الطعام وهضمه 5- أما التخزين فيحدث عندما تكون الامعاء الدقيقة لا تزال مشغولة بهضم وامتصاص وجبة سابقة 6- أما الهضم فيحدث بتأثير احماض المعدة التي تتراوح حموضتها ما بين 2-3 تقريبا 6- لذلك فمن البديهي ان الامتناع عن تناول الطعام لفترة تتراوح ما بين 9 الى 11 ساعة بعد امتصاص الغذاء يوفر راحة فيسيولوجية للجهاز الهضمي باكمله 7- ويمنع دخول طعام الى المعدة او الامعاء الدقيقة وهي لا تزال مشغولة بهضم وامتصاص الوجبة السابقة 8- كما ان الصيام يقلل انتاج احماض المعدة ويعالج حموضة المعدة ويساعد على التئام قرحة المعدة خاصة اذا ترافق الصيام مع العلاج المناسب الذي يصفه الطبيب المختص 9- في المقابل يمكن للمعدة ان تبدأ بانتاج الاحماض حتى اثناء الصيام وهو ما يحدث عندما يشم صائم رائحة الطعام او بمجرد التفكير في الطعام وفي هذه الحالة قد يصاب الانسان بحرقة المعدة 4- الصيام وانقاص الوزن يتخذ بعض الذين يسعون لفقدان الوزن الصيام كطريقة سريعة وسهلة لفقدان الوزن ومن الناحية النظرية فان الامتناع عن تناول جميع او بعض الاطعمة والمشروبات 5- يؤدي الى تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة مما قد يؤدي الى نقصان الوزن بمرور الوقت ومن الامور التي تجعل الصيام يساعد على نقصانه ما يأتي 6- تعزيز عملية الايدي حيث وجدت بعض الابحاث ان الصيام على المدى القصير قد يعزز عملية الايدي عن طريق زيادة مستويات الناقل العصبي نور ابن فرين الذي قد يعزز من انقاص الوزن عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية ثانيا تقليل دهون الجسم اذ اظهرت احدى الدراسات التي نشرت عام 2013 ان الصيام يؤدي الى نقصان الوزن وتغييرات في تركيب الجسم تختلف حسب عمر الاشخاص وجنسهم فوفقا لمراجعة اجريت عام 2014 وجد ان الصيام المتقطع قد يؤدي الى انقاص الوزن بنسبة 3-8% خلال 3-24 اسبوعا مما يعادل كمية كبيرة كما فقد الاشخاص ايضا 4-7% من محيط الخصر مما يشير الى انهم فقدوا كمية كبيرة من دهون البطن وهي الدهون الضرة التي تسبب الامراض كما وضحت مقالة مراجعة نشرت في عام 2011 ان الحمية التقليدية والصوم المتقطع يقلل الكمية ذاتها من دهون الكرش ثالثا تحسين المؤشرات الحيوية في الدم حيث اجري تحليل لاشخاص بعد صيام شهر رمضان ولوحظ نقصان في الوزن وانخفاض كبير في مستويات الكوليسترول وانخفاض صغير في مستويات الدهون الثلاثية رابعا تعزيز وظيفة الهرموني الذي يساعد على فقدان الوزن فان انخفاض مستويات الانسولين وارتفاع هرمون النموي وزيادة كميات هرموني النور ابنفرين او النور ابرنالين كلها تزيد من تكسير الدهون وتسهيل استخدامها للطاقة خمسة فوائد الصوم في تخفيف الالتهابات من اهم فوائد الصيام انه يقلل الالتهاب وهو استجابة الجسم الطبيعية للعدوى وعادة ما يختفي بعد شفاء الخلايا التالفة ومع ذلك فانه عندما يتعرض الجسم للاجهادات التأكسودية وهي عملية ناتجة عن تراكم الجذور الحرة فانه يمكن الدخول في حالة من الالتهاب المزمن وذلك لان هذه الجذور الحرة التي يمكن ان تأتي من مصادر خارجية مثل التلوث والعمليات الجسدية مثل الهضم تبدأ في مهاجمة الانسجة والخلايا السليمة ويمكن ان يؤدي الالتهاب المزمن الى اتلاف الخلايا والانسجة والاعضاء السليمة وهو مرتبط بالعديد من الامراض بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وهناك طرق عدة لتقليل الالتهاب في الجسم عن طريق الصيام عندما يكون جسمك في حالة صيام لا يستطيع تحويل الجلوكوز من الطعام الى طاقة وبدلا من ذلك يجب ان يعتمد جسمك على مصدر طاقة بديل يسمى اجسام الكيتوني والتي تأتي من الاحماض الدهنية وينتج جسمك عددا اقل من الجذور الحرة عند حرق الكيتونات ما يساعد على تقليل الالتهاب وقد يقلل الصيام ايضا الالتهاب عن طريق تقليل عدد الخلايا الوحيدة نوع من خلايا الدم البيضاء الالتهابية في مجرى الدم خمسة فوائد الصيام للدماغ نعلم جميعا ان الصيام يقدم الكثير من الفوائد للجسم ومن بينها فوائد لصحة الدماغ حيث اثبتت العديد من الابحاث ان النشاط العقلية يزيد عند الشعور بالجوع وينخفض عند الشعور بالشبع وبالطبع قد يواجه البعض غيبوبة الغذاء وذلك عند تناول وجبة دسمة وغنية بالدهون قد ينتج عنها الشعور بالكسل وعدم الرغبة في الحركة ولكن ماذا عن العكس هل عندما تشعر بالجوع تعاني من التعب والكسل على الارجح تكون حواسك في حالة مفرطة من التأهب وتزاد الحدة العقلية لديك والتفكير في ان الطعام يجعلك تركز بشكل افضل هو امر غير صحيح وقد اثبتت بعض الدراسات ايضا ان حدة العقل لا تنخفض مع الصيام وقارنت دراسة واحدة منهم اداء المهام المعرفية فعند الانتظام في الصيام كان لديهم معدل تركيز اعلى في حين اثبتت نتائج العكس عند الاشخاص الذين لا يصومون وكما ينشط الصيام ايضا على انتاج خلايا جديدة في الدماغ وتعرف بعملية انتاج الخلايا العصابية وتحسين القدرات المعرفية بشكل كبير حيث يعمل الصيام على تطوير خلايا الدماغ لانه يساعد الجسم في التخلص من السموم الموجودة في الخلايا والجزئيات التالفة والتي ترتبط بالاصابة بالامراض العصبية ثانيا الانتعاش بعد السكتات الدماغية وفي احدى دراسات علم الاعصاب بيّنت ان الصيام لديه قدرة هائلة على صحة الدماغ حيث يعزز من نمو الخلايا العصبية ويساعد في الانتعاش بعد الاصابة بالسكتة الدماغية او اصابات الدماغ الاخرى ويعزز من اداء الذاكرة ثالثا يمنع الاصابة بالزهيمر ينتج الزهيمر بسبب تراكم البروتينات وترتبط اعراضه بشكل وثيق بسبب تراكم اشكال معينة من البروتينات مثل الويحات الاميلويد والشبكة العصبية ويعتقد ان البروتينات غير طبيعية تدمر الاتصال بين الذاكرة ومناطق الادراك في الدماغ كما ان زيادة الوزن ينتج عنها الاصابة المبكرة بالشيخوخة وبتأكيد ان الفوائد الكبيرة للصيام تعمل على خفض الوزن وداء السكري وامراض الكلا وتلف الاعصاب وكذلك السكتات الدماغية والسرطان وبذلك يمنع تطور مرض الزهيمر اشتركوا في القناة